مرحبا يا رابع اليوم رح نحكي عن معركة اللوترون وباب الواد والمعارك اليوم رح نحكي عنها عشكل قصة وانا وياكم رح نكتب اسئلة عن هاي القصة القصة الموجودة بدرسنا اليوم بتحكي عن طفل اسمه زيد وجده كان زيد جالس بجوار جده وكانوا يشاهدوا نشرة الاخبار في التلفاز كان المذيع بحكي عن حرب بدور باحد الدول زيد اثار فضوله فسأل جده هل جيشنا العربي خاذ معارك دفاعا عن وطنه وامته جده شو حكاله نعم انه شارك قواتنا المسلحة الاردنية في معارك عدة عشان يدافع عن فلسطين الحبيبة وسالت دماء شهدائنا على تراب فلسطين عشان يدافع عن مدينة القدس فزيد ايجا سأل جده اعطيني بعض من هالمعارك يا جدي اللي قامت على اللي شارك فيها قواتنا المسلحة الاردنية صار جده فكر شوي وصار يحكي له اذكرت معركة اسمها معركة اللوترون ايش اسمها يا رابع معركة اللوترون قامت معركة اللوترون ما بين القوات المسلحة الاردنية الجيش العربي وعصابات العدو الصهيوني وكان مكانها في مدينة القدس اذا كان في طرفين للمعركة كان القوات المسلحة الاردنية وعصابات العدو الصهيوني وكان مكان معركة اللوترون مدينة القدس معركة اللوترون استمرت يا رابع تقريبا تسع ايام من خمسطعش لثلاثة عشرين خمسة الف وتسعمية وثمانية واربعين عام الف وتسعمية وثمانية واربعين مين اللي فاز فيها؟ فاز بهالمعركة قوات المسلحة الاردنية وصطروا اروع معاني البذل والبطولة والشجاعة في كمان معركة ثانية ذكرها جد اسمها معركة باب الواد معركة باب الواد وايضا خسر فيها العدو الصهيوني العديد من جنوده وانتهت بانتصار القوات المسلحة الاردنية ايجا صار يحكي زيد تحية لهؤلاء الابطال اللي زينوا تاريخنا باكاليل العز والفخر يعني انت يوم ما تيجي تفكر شوي وتستحضر التاريخ بتحكي جد هالقوات المسلحة الاردنية سطرت معاني العز والفخر فصار يحكي له لجده ليش سموا معركة اللوترون بهذا الاسم؟ لماذا سميت معركة اللوترون بهذا الاسم؟ يعني بدكوا تحطوا هالمربع على هذا السؤال وتفكر انا وياك يا رابع ليش سموا معركة اللوترون بهذا الاسم؟ اللوترون يا رابع هي عبارة عن قرية صغيرة وين مكانها؟ من قرى فلسطين الحبيبة مكانها ما بين يافا والقدس على طريق يافا والقدس وهي من القرى اللي بتحظى بمكانها مميزة في الذاكرة الوطنية الاردنية طيب رد سأل زيد جده؟ طيب وباب الواد ليش سموا معركة باب الواد بهذا الاسم؟ الجد شو صار يحكي له لزيد؟ باب الواد هو عبارة عن ممر بربط السهل الساحلي بجبال القدس ممر بربط السهل الساحلي بجبال القدس وبتتشعب منه طرق القدس والرملة ورام الله ويعد إحدى المواقع الاستراتيجية البارز المطلة على مدينة القدس إذن صرنا حاكين لحد الآن عن معركتين اسمهم معركة اللوترون ومعركة باب الواد هي من المعارك اللي كانت بالقدس ودارت ما بين القوات المسلحة الأردنية الرابع والعدو الصهيوني وحكينا إنه معركة اللوترون ظلت تقريباً تسعة أيام ورديت سألتكم ليس سمينا يا رابع معركة اللوترون بهذا الاسم؟ يجيتوا حكيتوا لي يا ميس إنه اللوترون هي قرية صغيرة من قرية فلسطين الحبيبة رديت سألتكم مرة ثانية ليس سمينا معركة باب الواد بهذا الاسم؟ حكيتوا لي يا ميس باب الواد هو ممر بربط السهل الساحلي بجبال القدس وبتتشعب منه طرق القدس والرملة ورحم الله ممتازياً طيب رد زيد سأل جده يا جدي بديك تحكيلي عن معارك عن معركة اللوترون كمان يعني مش بس اللي حكيت لي يا بدي كمان تتذكر شوي عن معركة اللوترون إذا بحكيلي جده معركة اللوترون يا زيد هي كانت من المعارك الفاصلة وتكبت فيها العدو الصهيوني خسائر فادحة في الأرواح والمعدات خسائر فادحة في الأرواح والمعدات واستطاع القوات المسلحة المسلحة الأردنية الباسلة وقوامها كان 1200 جندي أنت جاء واجه بثبات 6500 جندي من قوات العدو الصهيوني تخيل وقداش كان العدو الصهيوني في عنده جنود 6500 جندي من قوات العدو الصهيوني وانتصروا عليهم بعد ما قتل قواتنا المسلحة الأردنية من العدو الصهيوني 2000 من قوات العدو الصهيوني وكمان أسروا منهم زيد صار يحكي لجده كانت معركة حامية الوطيس يا جدي وأنا فخور جدا بصنيع جنودنا البواسل الآن صار يحكي له انت حكيت لي عن معركة اللاترون طب احكي لي كمان عن معركة باب الواد صار يحكي له جده عن معركة باب الواد أنه كان قواتنا المسلحة كثير صابرين وثابتين وكان النصر حليفهم وكان اثمار من نتائج معركة باب الواد اكتب هذا السؤال ما نتائج معركة باب الواد واحد قطع طريق الامداد على القوات العدو الصهيوني في مدينة القدس يعني قطعوا الامدادات كلها عن العدو الصهيوني أيضا سيطروا على مدينة القدس القديمة بالإضافة إنهم حافظوا على المقدسات الدينية الإسلامية في المسجد الأقصى والمسيحية كنيسة القيامة بالإضافة إن القواتنا المسلحة بمعركة باب الواد سيطروا على أجزاء واسعية رابع من الأراضي العربية في فلسطين بالإضافة إنهم منعوا العدو الصهيوني إنهم يصلوا إلى قرى ومدن فلسطين إذن نعيدهم مع بعض يلا يا رابع عيد معي قطع طريق الإمداد على العدو الصهيوني أيضا سيطروا على مدينة القدس بالكامل القديمة أيضا حافظوا على المقدسات الدينية والمسيحية وسيطروا على أجزاء واسع من الأراضي الفلسطينية ومنعوا العدو الصهيوني منهم أنهم يصلوا إلى قرى ومدن فلسطين إذا جزيت صار يحكي لجده إنه أفراد قواتنا المسلحة بذلوا كثير دفاعا عن أرض فلسطين ومقدساتها ورووا بدماءهم الطاهرة ثرى القدس وكانت اللوترون وباب الواد منطقة اللوترون وباب الواد شاهدين على ذلك اجزت صار يحكي نعم يا بني رد عليه زيد رحم الله شهداءنا الأبرار وتحية حب ووفاء لجنودنا البواسل اجزت صار يحكي له بارك الله فيك يا زيد تمام الآن رح نحكي مع بعض متى وقعت معركة اللوترون يلا نحل الأسئلة ممتازين من 15-23-5-1948 استمرت تسعة أيام طيب ايش كانت أهمية معركة اللوترون كانت من المعارك الفاصلة للدفاع عن القدس احسنتوا ايش كانت النتائج التي انتهت بها معركة اللوترون انتصار القوات المسلحة قتل ألفين من العدو الصهيوني وخسائر فادحة في معدات العدو الصهيوني طبعا كل الأسئلة موجودة بالدرس بس أنا بدي حللكم إياها بشكل سريع متى حدثت معركة الباب وما أسبابها حدثت بعد معركة اللوترون عام 1948 بالإضافة إنها كانت من المعارك الفاصلة للدفاع عن القدس من الهجمات اذكر اثنين من نتائج معركة اللوترون هايهم صفحة 60 يا رابع وهيك أنا بكون كمال الدرسي لليوم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته